بنا أن نمدحه في هذا اليوم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئا نسمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واقفر لنا ما مضى يا واسع الكرر لقات الكلام كما رأيت على فمي خجلي ولولا الحب لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي إنني أحد الشداه الهائمين الحومي ما حيلة الشعراء زاد قناؤهم رهبا لدي هذا الجمال الأعظم كل المعاني أن وصفت تضاءلت وتحيرت في كلهك المتلثم يا هذه الدني تبسم وسناء الروح والملأ الملائكة حوله للدين والدنيا به بشراء يا خير من جاء الوجود تحية يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء خلقت لبيتك وهو مخلوق لها إن العظماء مكفأها العظماء بك يبشر الله السماء إفزينات وتطوعت مسكن بك الغضراء وبدى محياك الذي قسماته حق وقرته هدى وحياء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع القرماء أما الجمال فأنت شمس سماؤه وملاحة الصديق من كأياء والحسن من كرم الوجود وخيره ما أوتي القواد والزعماء فإذا صحوت بلقت بالجود الملاء وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادر فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء